في ناس كتير فكرة إن الفنانة هودا سلطان ما تجوزتش غير الفنان فريد شاوئي وده لإنها الجوازة الأشهر في حياتها لكن هودا سلطان اتجوزت خمس مرات وكان فريد شاوئي هو الزوج الرابع لها طيب مين هم أزواج هودا سلطان؟ وإيه تفاصيل كل جوازة منهم؟ وإيه كان رد فعل فريد شاوئي لما تجوزت بعده؟ كل ده هنعرفه في فيديو النهار ده اتجوزت الفنانة هودا سلطان خمس مرات في حياتها وكان الفنان فريد شاوئي هو الزوج الرابع لها وكان أول زوج لهودا سلطان من خارج الوسط الفني وكان اسمه محمد نجي واتجوزته هودا سلطان وهي عندها 14 سنة بس فأهلها أول ما بدأوا يلاحظوا إنها عايزة تكون مطربة زي أخوها الفنان محمد فوزي قرروا يجوزوها وده لأنهم كانوا رفضين تماما دخولها لمجال الفني وفعلا اتجوزته هودا ورزقت منه ببنتها نبيلة وبعد فترة اتنقلت هي وجوزها للقاهرة ووقتها صممت إنها تدخل المجال الفني وده اتسبب في خلافات شديدة بينها وبنزوجها بسبب غيرته عليها يعني ورفضوا كمان احترافها للفن فقرروا إنهم ينفصلوا وده كان بعد أقل من سنتين من جوازهم أما الجوازة التانية في حياتها فكانت من الموزع والمنتج السينمائي فؤاد الجزائرلي وكانت الجوازة دي غريبة جدا فكان الممثل أحمد البي معجب جدا بهودا سلطان وعايز يتجوزها فطلب من صديقه المخرج فؤاد الجزائرلي إنه يتوسط له عندها عشان توافق تتجوزه وكانت هودا لسه في بداية حياتها الفنية وما كانش فؤاد يعرفها أصلا فإدي له أحمد البي عنوان أهلها في شوبرا وفعلا راح فؤاد لهودا سلطان وأول ما شافها أعجب بجمالها جدا وقال لها إنه جه علشان يخطبها لصديقه الممثل أحمد البي لكنه في نفس الوقت بيقدم لها نفسه عشان يخطبها وطلب منها إنها تختار ما بينهم لكن هودا أعجبت جدا بفؤاد واخترته هو وتجوزه تاني يوم واتنقلت معي من بيت أسرتها للفيلة بتاعته في شرع الهرب وكل ده حصل من وراء أحمد البي ولما تأخر عليه فؤاد الجزائرلي في الرض راح الفيلة بتاعته عشان يسأله فتفاجئ إن هودا سلطان هي اللي بتفتح له الباب وابن الصدمة ما نطقش بكلمة واحدة ومشي بسرعة وبعد فترة بدأت الخلافات بين هودا وبين فؤاد بسبب غيرته عليها برضو فهو كان عايزها تسيب المجال الفني لكنها رفضت فانفصله وبعد انفصلها عن فؤاد اتجوزت للمرة الثالثة من المنتج فؤاد الأطرش أخو الفنان فريد الأطرش وتعرفت عليه هودا أثناء تعاونها مع فريد الأطرش في بعض الألحان وجمعتهم قصة حب سريعة وتجوزوا لكن جوازهم ما استمرش كتير وانفصلوا بعد شهور قليلة من الجواز بسبب غيرته عليها الشديدة وحاول فريد الأطرش إنه يتدخل ويصالحهم لكنهم كانوا مصممين على الانفصال أما بقى الجواز الرابعة فكانت من الفنان فريد شاوئي وتعرفوا على بعض أثناء اشتراكهم في فيلم ست الحسن وده كان سنة 1950 ونشأت بينهم قصة حب قوية وكان الفيلم بينتهي بزواج البطل والبطلة والتمثيل اتقلب حقيقة وتجوزوا واستمر جواز هودا سلطانه فريد شاوئي 15 سنة ورزقت منه ببنتين هم مهى وناهد لكنهم انفصلوا بعد خلافات كتير حصلت ما بينهم بسبب الغيرة برضو ففريد شاوئي حس بغيرة جديدة من رشدي أبازة واللي كان البطل قدامها في فيلم امرأة على الطريق كمان اشتعلت الغيرة في قلب هودا سلطان بعد مسافر فريد تركيا وقدم مجموعة أفلام هناك وترددت أخبار كتير عن علاقات عاطفية جمعته بعدد من الجميلات وده اتسبب في خلافات كتير قوي ما بينهم انتهت بالانفصال واعترف فريد شاوئي ان هو وهودا بكوا أثناء توقعهم على وثقة الطلال ونزلوا مع بعض وركبوا العربية وحاول يرجعها عن قرارها لكن هودا قالت له انها مش هترجع له وطلبت منه انه ما يحاولش يرجعها وفعلا نفس فريد شاوئي رغبتها وبعد عنها وتجوزت هودا سلطان بعده من المخرج حسن عبد السلام بعد قصة حب جمعتهم ولما عارف فريد شاوئي بخبر جوازها حزن جدا وكان بيروح يقف تحت بيتها ويبكي وده بالرغم من انه كان تجوز أصلا من السيدة سهير التورك قولوا انه باقي انتم في التعليقات ايه اكتر عمل فني بتحبوه لهودا سلطان